صب عليكم الخير رخوي يحيا وعلى السادة المشاهدين الكرام فعلا هذه المبادرة التي أطلقت حقيقة وصلت إلى ختام أعمال هذه المبادرة التي ركزت بكل تأكيد على الاعتناء بالمبتعث وهي تحمل هذا العنوان عنوان مبادرة الاعتناب المبتعث بكل تأكيد الاعتناب المبتعث يطال عدد من المسارات المتعددة نتحدث عن فكريا وكذلك بحثيا أكاديميا والعديد من الموضوعات وتأتي حقيقة إطلاق مثل هذه المبادرات لمدى أهمية حصول المبتعث على مثل هذه المواد قبيل الابتعث ورحلة الابتعث التي بكل تأكيد سيكون لها الأثر البالغ على مسيرة المبتعث في هذه الرحلة أنا حقيقة أستغل وجود دكتور هاني البلوي وهو رئيس كرسي الأمير فهد بن سلطان لتنمية قضايا الشباب في جامعة التبوك ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه المبادرة نصب عليك بالخير دكتور وفي البداية أريد أن تعطي السادة المشاهدين الكرام نبذة عن هذه المبادرة هذه المبادرة أول شيء أشكر القناة الخبارية على هذه الاستطلافة هذه المبادرة انطلقت من هاجس صراحة وهم شكل كبير على الشباب خاصة في بداية انطلاق الابتعث نعرف أن المملكة العربية السعودية أطلقت برنامج الابتعث في مراحل كثيرة متعددة عانت بالطلاب والطالبات في هذه المرحلة ولما تناقشنا في اللجنة الشرافية وإدارة الابتعث وجدنا أن الطلاب حين يعانون مشكلية كثيرة في الاحتكاك في المجتمعات الأخرى البعض منهم قد يتأخر دراسيا البعض منهم قد لا يكم الدراسة البعض لما تأتي ساعة الصفر للابتعث يتراجع ويغلق هذا الملف فتناقشنا مع إدارة الابتعث على أهمية أن يطلق مثل هذه المبادرات وتناقشنا في المواضيع الحيوية التي فعلا تلامس هاجس الشباب والاحتكاكات مع الثقافات الأخرى والتعايش مع الثقافات الأخرى والحمد لله خرجنا بهذه المبادرة مبادرة الاعتناب المبتعث عبر ست حلقات قيمة على مدى أسبوعين متتاليا تحدثنا عن عنوين هذه البرامج والحلقات التي قدمت للمستفيدين من هذا البرنامج تمت الاجتماعات والدراسات بيننا وبين إدارة الابتعاث كما ذكرت وأيضا بعض المتخصصين في الذين كانت لهم تجربة في الابتعاث في الخارج ومن خلال التجربة ذكرنا أنه تقريبا كان هناك ست مواضيع في البداية وجدنا أنها فعلا مهمة جدا في البداية كانت خطوات وآليات التقديم على الابتعاث هذه مهمة جدا لأن القوانين تتغير بتغير الأزمان والأوقات ونعرف أننا الآن في زمن كورونا أيضا خطوات وآليات تقديم الابتعاث تغيرت وهي تستهدف المعدين والمحاضرين وكذلك أيضا الراغبين في الابتعاث الحلقة التي بعدها كانت في القدرة على التعايش مع الثقافات الأخرى وقدمها أستاذ يوسف الشاعر الوزير المفوض المتقاعد في وزارة الخارجية كان له تجربة طويلة في هذا البرنامج وأيضا كان هناك أيضا حلقة عن الحصانة والوقاية من الحرافات الفكرية نعرف أنه أحيانا بعض الشباب لما يخرجون هناك قد ينجرون أو ينخريطون في اتجاهات معينة فكرية أو غيرها أيضا قدمها الدكتور نواف الشراري مشرف وحدة التوعية ولدينا هنا الفكرية أيضا في من الحلقات كيف يطور الطالب من ذاته أو المبتعث خارجيا لأنه نعرف أن الطالب لما يخرج هناك البرنامج يختلف حتى مواضيع اللي تتعلق في السمنة مثلا بعض الناس لما يطلع لابتعاث يستطيع أنه يجدول نفسه يبرمج نفسه قدمها الدكتور أحمد الجهني وقدمها أيضا المهندس ممدوح شلال أيضا كان هناك حلقة عن كيف يعرف الطالب حقوقه قانونيا لأنه أيضا قوانين البلدان لا بد أن الطالب يكون عنده عناية بها ويعرف قوانين البلد في بريطانيا تختلف عن أمريكا أمريكا تختلف عن شرقاسي وغيرها قدمها الدكتور عبد الكريم الديابي وفي الختام قدمت حلقة عن كيف يكتب الطالب بحثا متميزا لأنه أيضا الطلاب الطلاب الدراسات العلية الماجستير والدكتوراه يحتاجون فعلا أن يكون هناك عناية في نوعية البحث ونعرف أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات كبيرة جدا في هذا المجال وأصبحت في المراتب المتقدمة في المجال البحثي لذلك حرصنا على تقديم مثل هذه المادة وقدمتها الدكتورة ريمة المطيري مشرفة الكرسي الأمير للأبحاث والأمراض الوراثية وكذلك قدمها الدكتور ناصر العمراني رئيس قسم الكيميا في كلية العلوم أنتم من خلال هذا البرنامج أحطتم بعدد من المواضيع المهمة التي يحتاجها بكل تأكيد المبتعاث خلال رحلة الابتعاث لكم تجربة في الابتعاث الدكتور هاني كيف ترون أهمية مثل إقامة هذه المبادرات وهل ترون حقيقة مناسبة إقامتها واعتمادها بشكل واسع وشكل أكبر على جامعات المملكة في البداية فعلا كان هناك تجربة أنا مرت في تجربة إيفاد للتدريس وأيضا مرت في تجربة ابتعاث فكل المرحلتين مهمة جدا أن الطالب فعلا يستوعب ما يعني يريد أن يذهب من أجله هو ينقل صورة المملكة الصورة النمطية المشرقة أصلا لكنها حتى تصل بصورة جيدة يكون سفيرة فعلا للوطن ويمثل الوطن بشكل جيد ارتعينا أن هذه حتى المبادرة لا يتم إطلاقها فقط هذه المرة وننتهي لا بل يكون هناك مسألة للديمومة فاشتركنا مع إدارة الابتعاث أن يكون هذا البرنامج يقدم كل بداية فصل بحيث أن المبتعث الذي لا يستطيع أن يلتحق في هذه الحلقة يستطيع أن يلتحق في الحقيبة التدريبية التي بعدها أيضا هذه الحلقات مسجلة سجلناها وهناك أيضا قنوات للاستيزادة بها للطالب يستطيع أن يتزود بها وجدنا كثير من الطلبة لما يخرجون هناك أيضا تجد أن هناك عوامل مفترقة بين جنسيات وجنسيات أخرى بعض البلدان تهيئ الطلاب بشكل مثلا حتى مسرة اللغة يجلس ثلاثة أشهر قبل الاحتكاك في المجتمعات الأخرى يتعرف على ثقافاتهم وماذا عندهم فوجدنا أن هذا الشيء مهم جدا ولذلك نحن حريصين فعلا أنه تكون هذه المبادرة مبادرة معممة ولله الحمد للوزارة وزارة التعليم برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد الألشيخ أنا أتوقع أنه يشد بهذه المبادرات وحريص على أنه فعلا الطلاب وكل ما يلامس هواجسهم أن يهتم بذلك ولذلك نحن حريصين أن تعمم هذه التجربة على جميع الجامعات وسنرفع الملف بإذن الله لوزارة التعليم موثل في التعليم العالي لكي يتعمم مثل هذه التجارة نحن حقيقة نتلمس الجهود الكبيرة التي يقوم بها كرسي الأمير فهد بن السلطان لرعاية حقيقة ودراسة قضاء الشباب وتنميتهم في هذا الجانب وفي العديد من الجوانب وأعلم أن هناك سيكون بإذن الله مبادرات قادمة تخدم الشباب وتنمية قدراتهم بشكل كبير وبشكل أساس نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق وبإذن الله تصلون لتحقيق الأهداف المرجوة من أقامة هذا الكرسي بإذن الله تعالى وفعلا عندنا خلال هذا الأسبوع مبادرة مبادرة ستصل فعلا للضوء ونحشد كل الإعلام لها وهي مبادرة تعزيز الشخصية الوطنية بإذن الله سترونها قريبا ستنطلقيهم الأربعاء عن طريق الإذاعة وفعلا بإذن الله حقيقة يعني كذلك أستغل وجود الدكتورة أميمة العيسوي وهي مدير إدارة الإبتعاث بجامعة تبوك للحديث بشكل مختصر عن أهمية كذلك هذه البرامج التي تقدم للمبتعث ومدى حقيقة يعني التناغم بين الجامعة والمبتعث في هذا الجانب نتحدث عن أهمية هذه المبادرة دكتورة وأنت قدمت حلقة نقاش خاصة للمبتعث من خلال هذا البرنامج أهلا وسهلا صباح الخير أشكركم على الاستضافة بالنسبة للمبادرة التي أطلقتها كرسي سمو الأمير فعد بن سلطان لقضايا الشباب يعني بالتعاون مع إدارة الإبتعاث كانت لها صدى كبير وأهمية للمعيد والمحاضر وأيضا للمبتعث الموجودة أصلا في بلد الإبتعاث المبادرة استهدفت في البداية الحلقة النقاشية التي قدمتها ورشة العمل التي قدمتها كانت بخصوص خطوات وآليات الإبتعاث يعني كثير زي ما ذكر دكتور هاني أنه كثير من القوانين تتغير المعيد والمحاضر والموظف حتى في الجامعة بحاجة أنه يعرف وقت التقديم آلية التقديم متى إيش اللي يحتاج يعرفه هذه الأشياء تتغير ويحتاج دائما يكون على الطلاع عليها فإحنا يعني شوفنا معه كان فيه دراسة زي بالذكر دكتور هاني أنه يكون زي برنامج تدريبي كل بداية فصل فهذا البرنامج نطرح القضايا أو نعرض الأشياء أو المواضيع التي يحتاج للمعرفة المعيد والمحاضر المواضيع اللي يحتاج يكون على الطلاع عليها أيضا اللي أريدي ابتعت أو موجود أصلا في البعثة فيكون على الطلاع دائم وحتى هذا البرنامج نتمنى إن شاء الله أو سيكون بإذن الله على فترتين في السنة بداية كل فصل دراسي يعني يهمن أنه يكون المعيد والمحاضر على الطلاع دائم بالجديد فيما يخص الابتعاث عندنا في دارة الابتعاث ما هي الجوانب والمسارات التي لمستوا أنه في حاجة كبيرة لتفعيلها بشكل أكبر وبشكل أساس خصوصا في هذا الجانب الجانب الذي يخدم المبتعاث الجانب اللي يخدم هي أشياء طبعا هي نفس ما ذكرت أنه قوانين إدارية يحتاج يعرفها المبتعاث يحتاج يعرف متى يقدم إيش اللي المفروض يكون من المستندات المفروض يكون موجود يعني نفس برضو كمان الجامعات اللي المفروض يقدم عليها المعترف فيها سلسلة أو قائمة من الجامعات مثلا في موقع وزارة التعليم في كثير من الجامعات اللي ينفرض أنه يعني يركز عليها غير يعني مع هذه الجامعات الأخرى أيضا كمان أحبين أنه يكون على اطلاع بالقوانين كما ذكر دكتور هاني أنه كان في حلقات نقاشية عن حقوقه قانونيا في الخارج فهذا الشيء كمان جدا كنا أحبين نحن نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق وأنتم تقدموا الخدمة جليلة للمبتعاثين هنا من جامعة التبوك بإذن الله إلى الجامعات العالمية كل التوفيق إن شاء الله لكم ونرجو لكم إن شاء الله تحقيق المزيد من الهداف في هذا الجانب وفقين إن شاء الله نعم هذا حقيقة يحيى والزملائي كذلك السادة المشاهدين الكرام صورة موسعة وشاملة عن أبرز معالم هذه المبادرة التي أطلقت واختتمت في مطلع أو في نهاية الأسبوع الماضي بإذن الله سيكون هناك مبادرات قادمة تخدم هذا الجانب الخاص بلمبتعاثين وكذلك جوانب أخرى تخدم الشباب بشكل عام نعم يحيى نعم إذن مصعب الديحاني من تبوك ممنونك على ما قدمت ويعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر